بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معنا Stress Analysis Part 2 وبنستكمل Types of Dynamic Loading والنوع اللي معنا بعد كده اللي هو Repeated Stress النوع ده مش بالضرورة يبقى فيه Tensile و Compressive Stress لكن هو Tensile Stress فقط وبياخد طبعا Positive Sign ده اسمه Tensile Stress بيتراوح قيمته ما بين Zero الى أقصى قيمة كتطبيق على الكلام ده زي مثلا Overhead Crane بيبقى نازل منها الواير بالشكل ده كده وبتحمل الأحمال اللي بتنقلها من مكان لمكان قيمة هذا الحمل او Load بتتراوح طبعا من Zero الى أقصى قيمة ممكن مثلا يتوصف Overhead Crane بانه بيقدر يشيل لغاية مثلا 10 طن العشرة طن ده يبقى ده المكسموم Load اللي عندي بيتراوح من Zero الى عشرة طن بما ان الواير ده دايما بيحمل الحمل في أسفله فكما لو كان بيتعرض الى جهاد شد يعني كأنه بيتشد من كلا الجهتين بتشد من جهة وطبعا بقى فيه رب فعلا من الجهة الاخرى فبيبقى عندي ده ما يسمى بالتنسايل قمته زي ما قلنا بتتراوح من Zero الى المكسموم اللي هي اقصى قيمة بيقدر ان هو يحملها Sigma Min برضو لازال بنفس الكيفية اللي احنا قلناها قبل كده بتساوي Sigma Maximum زي Sigma Minimum على 2 مع احتفاظ Sigma Minimum هنا بالقيمة Zero فيه هنا برضو هتبقى نفس الحكاية قيمة Zero فهنلاحظ ان Sigma Variable هي بتساوي نص Sigma Maximum كذلك برضو بالنسبة ل Sigma Min تساوي نص Sigma Maximum النوع اللي بعد كده بيسموه Fluctuating Stresses أو Fluctuating Loading وده طبعا ليس بالضرورة فيه التنسايل وفيه الكومبريسيب لكن مش بالضرورة انه Sigma Maximum تساوي Sigma Minimum هنا عندي الكومبريسيب بقيمة والتنسايل بقيمة تانية مخلفة تماما والقوانين لازالت Sigma Min و Sigma Variable بنفس الكيفية و Sigma Minimum بتاخد Negative Sign في كلا الأحوال و Sigma Maximum بتاخد Positive Sign لازلنا بنستكمل في Types of Dynamic Loading وهنا بنقول انه It has been found experimentally that when a material is subjected to previously defined stresses it fails at stress below the yield point طيب احنا عارفين ان الخضوع بيحصل هنا عند Sigma Yield او اجهاد الخضوع بيحصل هنا وده طبعا احنا ما نحبش ان احنا نوصله فيه الديزاين علشان الجزء بتاعي يقوم بالوظيفة بتاعته على اكمل وجه لكن بما انه اثناء عملية Dynamic Loading دهيت وجدوا ان بيحصل قبل ما يوصل ل Sigma Yield في الديزاين اللي احنا شايفين الكيرف بتاعها قدامنا وليكن عند الحد ده الحد ده Sigma هنا ده نتجه من Dynamic Loading لانه طبعا فيه خطورة كبيرة عملية Dynamic Loading وتعرض الجزء الى اجهادات متكررة متغيرة زي مثلا تنسى والcompressive stress لتنين عكس بعض فبالتالي بيحصل The failure caused by means of a progressive crack formation بيتكون crack عندي تحت السطح مباشرة which are usually fine دقيق جدا and of microscopic size على المستوى الميكروسكوبي او المستوى الدقيق طبعا هنا ده اللي احنا بنسميه الفتيج والفتيج هنا بينشأ crack بتبدأ تحت السطح مباشرة find crack وبعد كده بيحصل لها propagation بتتمدد او بتزيد ثم تصل الى السطح يبقى هنا كده crack initiation يبدأ في الاول تحت السطح وبعد كده crack propagation يبتدي يتمدد الى ان يصل الى السطح ويبتدي يظهر عندي عشان طبعا يحاولوا انهم يتفادوا حدوث الفيلير فعملوا اختبار ما يسمى بالفتيج test او اختبار الكلل عشان يحدد الـ endurance limit بتاعي او حد التحمل بنجيب عينة زي اللي احنا شايفينها بالشكل دي كده وبعدين بنعرضها الى bending stress bending stress يبقى فيه طبقات عليها مثلا positive sign وطبقات تانية عليها negative sign وبعدين اثناء الدوران بيتبدل الكلام ده بأثر عليها طبعا بسترس بقيمة معينة وليكن مثلا هنا واشوف ارسم المنحنة ده طبعا على الرأسي الاسترس وهنا number of cycles ده طبعا بالمليون لفة يعني 10 او 6 وبعدين اعرضها الاسترس بالقيمة دي واشوفها تمشي كام لفة الى ان يحدث الفيلير وحدد نقطة معينة وبعد كده اقلل في الاسترس واشوفها تمشي كام وبعد كده اوصل نقاط دي ببعضها يوصل curve بالشكل ده هلاحظ ان الكيرف هنا بيثبت عند قيمة معينة هذه القيمة هي اللي انا بسميها sigma endurance وهو ده الحد اللي انا مش مفروض ان انا اوصل ليه وبالتالي باخد في الاعتبار factor of safety تقسيم sigma endurance على sigma design او sigma work وبيحبث دايما ان factor of safety يكون اكبر من الواحد الصحيح وعمليا بنلاقي ان للستيل sigma endurance بتساوي من 8 من 10 الى 9 من 10 sigma yield وبنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة